المهم الأدائية لسنة 5 ابتدائي عندوك دلوقتي في الفيديو ده 9 مهام لو انت مش شاطر ومش عارف حاجة خالص انت ممكن تنقل الحبة دول تحت الأسئلة والمقدمة وكله تنزلهم تحت بكل بساطة الفكرة كلها في 35 درجة بتاخدهم زبدي خلط فهمش أي مشكلة خالصة فحاول بقدر الإمكان ان انت تكتب مفيش خالص اكتب الحاجات اللي هم اللي هو الدباجة دي والأسئلة وكله رزحهم تحت بس شيل علامات الاستفاق قديك عملت حاجة طبعا مش هعمل كده شوف انا عملت ايه طبعا هنا انا كتبت دي من الحاجات اللي انا كتبتها هو الاجابة بتاعت السؤال الاول بيقولي which legium do you like فعشان كده انا قلت على كتشيك بيز السؤال التاني ايه اللي ديشز اللي انت you make with it انا كتبت الصلات وكشاري وكلام منه قال لك what other ingredients فانا كتبت المكونات بتاعتها بيقولك في السؤال الرابع اللي هو وبعدين يلا بينا ناخد شوية دي كده نهيت اللي هو طلبهم مني والحقيقة الحكاية بسيطة خالص وممكنش لازم تحفظ لانش تحفظ تسعة براكرافات انت شغل دماغك يا حبيب قلبي ارى الاسئلة وكتبها زي وانتلك او مثل زي ما هتشوفه دلوقت وطلب منك الديش نيم طبق والحقيقة انا استخدمت الكوشاري ماردتش اكتب رايس بوديم ماردتش اكتب باسبوسة ان الحكاية برضو فيها شغل كتير انا قلت بقى اجيب من هناك لهنا وخلط فقلت مقارن بتوعيتها عبارة عن الشيك بيز ورايس عن لينتلز وقلت الرصايب اللي هو السؤال التالت اللي اطلبه زي رصايب از واش رايز اخسل رز عن الشيك بيز والحمص كوك ده ميكس واضبخ الميكس ده هوت ميكس سم صلط واعمل شوية صلطة طبعا بعد كده الجملة دي هتبع حب انهي البراجراف دايما بحاجها ايه تلمي الليلة دي كلها الجزء اللي فوق ده هوت يور مام انت ممكن تشيل شايف كلمة يور مام دي بساطة خالص الكلمة دي ممكن تشيل يور وتخليها اي sorry my mom وتقول my mom needs your help in the kitchen ماما محتاجة مساعدتك طبعا يور بتبقى اي والكلام البراجراف التالت بيتكلم على sports we have in Egypt اللي هي بتكلم في اليونت 3 وبرضو بيقولك ان ال sports in Egypt are various various يعني متنوعة football is the most popular sport وان الفوتبول دي هي ال popular المشهورة عشان كده انا عاستخدمها كالرياضة يعني شايف الجملة هين اللي فوق دول تقدر تلطعهم تحت زي الفل وولت ان كل اللي هي عايبة في اي رياضة wear and use different equipment اهل قلت my favorite sport is food الرياضة المفضلة بتاعتي football زي ما هو قال لي what's your favorite sport سؤال التاني are you good yes i'm good at طب ما بتقولش yes بتجاوب i am good at playing football في السؤال التالت which equipment do you use ايه هي الادوات اللي انت بستخدمها طبعا الفوتبول boots i wear my football boots طبعا great ball وكرة جمدة وبتلعبها فين تلعبها في البارك i play it in the park او at the park طبعا انت ممكن تختار اي رياضة تانية بس طالما هو راجل كاتبلك فوتبول فوق هتجيب من نماغك حاجة تانية حابايبي اوعى تنسى اسمك المدرسة الكلاس بتاعك والتاريخ البيانات اللي فوق دي مهمة جدا اكتبها بالانجليز مش بالعربي طبعا shopping with your mom ده البراجراف الرابع بتاعنا ولو بيكلمك على التسوق مع الماما بتاعتك وقلت ان الماما محتاجة انت تتسوق معك او تاخدك في التسوق وعايزة تعمل shopping list وهي عاملة shopping list انت كاتب لها انت اللي كاتبها بنفسك فاول حاجة هتكتبها في shopping list the food would you like تمام the money you need وفلس انت محتاجة wealthy and unhealthy food اول جملة قلتها I like shopping بص لما تتزنق تكتب I like I like shopping with mom انا بحب التسوق مع امي I need 100 dollars وانت محتاج 100 دولار طبعا انا عارفة ان 100 دولار كتير بس يلا بقى اعيش ماما قابل توكد we buy healthy food يعني اشتري اكل صحي يعني زي ايه such as fruit and vegetables يعني الخضار والفاكهة بعت وشوف انا كبرلت وكمبرت بط شوية وقلت unhealthy food such as Christmas and chocolate وبرضو هنجيب شوية Christmas with chocolate مش 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 لازم ما نجيبش يعني هنجيب تمام دي كده البراجراف الرابع البراجراف الخامس مهم جدا بيتكلم على how to protect our water and dairy وبكلم على التلوث برضو احنا هنا اشتغلنا في الوحدة الرابعة وشايفين الجزء اللي فوق ده المقدمة الحقيقة انت اللي فور تكتبها انا بقى ايه حبيت اختلف شوي فقلت it is known that يعني من المعروف ان ان المعروف ان الارض اللي هي earth faces the dangerous تواجه خطر التلوث danger of pollution بصراحة انا حبيت اتفازلك يعني وانا ما بنصحك كطالب برضو تبخ الجملة زي دي تحس المرائب او المدرس اللي بيصاح لك حيفرح بيك يعني وزي ايه بقى such as air pollution and water pollution حبيت اكارة كلمة pollution كتير وما جبتاش منها عندي موجودة عندك كلمة pollution السطر الاول قلت كمان cutting trees يعني قطع الاشجار causes desivertication بيؤدي الى التصحر وقلت بعد كده keep the environment clean ده دي نصيحة اللي انت اسمال لك طالب كده هتقولها يعني لما تيجي تحل براجراف بجد نصيحة ما تحفظش اللي انا كتبته ده انت واخده قبل كده ومش طاعة في حاول ما تحفظش حاول تكتب على الرأي كده من دماغك وبجمل سهلة وبسيطة اهم حاجة انك متغلطش تبدأ بشكل منظم مش هيت بقى كلام وقول سيب اربع حروف والكلام ده المهم في البراجراف الخامس طلب منك trap you want to go فانا قلت بقى ايه نروح الاسكندرية بقى فرحة فقلت كل مكان عظيم في مصر انا حتى مبصتش الفوق وهنا كاتب لك ايجيبت is full of many beautiful places فانا قلت بقى لا ما انا هكتب زي ما هو عايز ولا ايه لا اقول يعني كل مكان جميل او عظيم في مصر قلت لك بقى بص يا جماعة شايفين الاول سؤال where would you like to go on a trip فانا قلت when you go on a trip هما تروح رحلة we go to alexandria احنا ما بنروح الراحة بنروح اسكندرية I like to back هو السؤال التاني بيقولك which clothes do you like to back ايه هي الملابس اللي انت عايز تحزمها معاك وانت راي رايح البحر هتعمل ايه googles طبعا insurance وبعدين السؤال التالت بيقولك what activities ايه الحركات والتكات بتاعتك في المصيف طبعا I like swimming and diving ده رايح بيتشي بقى swimming and diving ده الجملة الاخيرة البراجراف السابع هيتكلم معانا على الملابس الفيفوريت المفضلة وانت كده لسه في الوحدة التالت فبيقولك طبعا we are different بص انا خدت ايه كلمة we have traditional clothes in Egypt اللي من الاخر ما حبيتش اضيع وقت بقى وبعدين قلت ايه many people ودي الجملة التانية برضو like to wear جلبية يعني هي عجبتني فقلت يلا my favorite clothes are t-shirt and trousers الملابس الفضلة بتاعت t-shirt well trousers وخد بالك ان هو طالب الالوان and patterns pattern يعني الانماط اللي هو الشكل بتاع اللبس بتاعك كلمة pattern ديت اللي قدامكو دي وطبعا هنا انا مش حاجة نذكرها لكن حقول my favorite clothes are t-shirt and trousers وقلت i like yellow blue and yellow بعد كده حقول حاجة مهمة قوي يقول لي why you like them انت ليه بتحب اللبس ده طبعا حقوله وحقوله ليه انا انت خدت كلمة comfortable وخدت كلمة smart يبقى i like them because they are smart and comfortable يلا بينا ننجز ونجري على البراجراف التامن البراجراف التامن اصلا جميل لانه هو بيقولك percent cons of ecoterism كده انت في اليونت 5 المقدمة اللي فوق دي الحقيقة انا مساكتي فهم سبتاش حبيبتي حبيب السؤال ده بالذات انا جبته من فوق كله تقريبا قلت ecoterism ecoterism اللي هي السياحة البقية about being kind to the environmental and local people كده عرفت السياحة البقية بعد كده قلت tourist travel and spend money الجملة دي انا خدتها من الكلمة travel اللي قدامك دي وبعد كده they stay in small hotels and dive دي بقى من الجملة الاخيرة small hotels وجنبها كلمة dive in the sea الجملة اللي مختلفة خالص بلن مختلف دي من دماغي خالص اللي هو العيوب او الكونز بتاعة ecoterism اللي هي is not comfortable حاجة مش مريحة خالص الparagraph التاسع والاخير وهو بتكلم معاك عن الجوب اللي انت نفسك تعملها when you grow up لما تكبر فانا جابت الجملة دي من عندي لا طبعا انا اجيب حاجة من عندي ليه انا الراجل كتب كلام حلو دايما عينك بتبقى في وقتهر الاول قبل ما تكتب فانا قلت some jobs are interesting بعد الشغل بيكون شيق but others of them are boring بس البعض الاخر بيكون boring boring يعني ممل I want to be a doctor بعد حبيبي هو بيبقى بيسألك فالسؤال هو what is the job job اللي هو الشغلان اللي نفسك فيه فقلت I want to be a doctor when I grow up لما اقبر عايزت بشتغل دكتور لازم هو بيقول لك why في number two بيقول لك why it's important why is it important هتقول له doctors help sick people طبعا لما sick people هما ناس المرضى I will check and help sick people ده لانا بقى اعمل what can you do to help ده number three حبيبي انا كده خلصت الحاجات كلها وخلصت الكلام بتمنالكم التوفيق جميعا تابعويني حارد على اي تعليق تابعويني حرش ثم مرحجammed تابعويني حرش وست popping up حسنا في قHaowsى اشتركوا في القناة